أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع منظمة يونساف بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم كما أكد وزير التعليم خلال لقائه فرانك فان كابلي رئيس قسم التعليم الرقمي بمنظمة يونساف على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 20-24 بفرنسا أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمة في تعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تطبيق الآليات التي تساهم في مواكبة الخريج للتطور التكنولوجي العالمي والثورة الرقمية لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ولوظائف المستقبل من جهته أعرب كابلي عن تقديره لمصر ولجهودها المستمرة في تطوير التعليم مثمنا التعاون بين المنظمة والوزارة في العديد من المشروعات التعليمية